في صحراء الحرب وسيطرة ميليشيا الخوف تبقى واحات الأمن والاستقرار أملا وملاذا منشودا للباحثين عن معنى وطن وأجمل الآمال تلك التي تهزم الآلام وتخالف التوقعات لتصنع حاضرا يتحدى الظروف المحيطة بها وتلك معاني يختزلها يمنيون في كلمة شبوة شبوة التاريخ التي تصنع اليوم امتدادا تاريخيا آخر يضاف لسجلها جاعلة من نفسها تجربة في النجاح رغم كل تحديات الإفشال ورقعة أمن رغم كل مشاريع الخوف ونموذجا يدعو بقية المناطق المحررة للسير في ركابل السقرار والتنمية نموذج يقدم إثباتا عمليا على مدى أهمية التكامل بين السلطة المحلية والمواطنين كشرط من شروط الانطلاقة والاسمرار ويؤكد على مدى الفارق بين التحليق في فضاء الفاعلية والضياع في متاهات الانفعال ويصنع لوحة حية تجسد الفارق بين الحياة في ظل حضور الدولة والاحتضار في جحيم الملشنة في تقييمهم لتجربتهم يلخص أبناء شبوة مسار النجاح بكلمة واحدة الدولة حيث الحضور الحقيقي للدولة بقيادة فاعلة تستثمر الموجود وتسعى للسعادة المفقود الدولة التي يتذوق في ظلها المواطنون حقيقة المواطنة المتساوية بعيدا عن أوهام الطائفية والمناطقية الدولة التي يبحث ممثلها في أعلى هرم المحافظة عن معالجات لكل مشكلة بدلا من الانشغال بإيجاد مبررات للسمرار وتوالد المشكلات ويتحرك الجميع فيها كفريق واحد متغلبين على كل مخططات التفريق والتفريق والشرذمة واقع دفع اليمنيين للتوقف أمام تجربة شبوة متفاعلين مع نجاحاتها من خلال وسم دشنوه بعنوان شبوة عامان من الإنجاز والتنمية جاعلين من الإشادة بالنجاح إشارة لإمكانية تكرار التجربة في بقية المناطق المحررة فاليمنيون كل اليمنيين يستحقون دولة يعيشون في ظلها لا ميليشيا يحترقون في جحيمها وحين يقول المتشائمون إن ذلك مستحيل ترد عليهم شبوة لا مستحيلة أمام قوة الإرادة وقدرة الإدارة